أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مسلا أصحاب القرية إذا جاء أهل مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بصالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أعظم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تعطهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن زكرتم بلأنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يصعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شفاعتهم شيئا ولا ينقزون إني إذا لفي ظلال مبين إني آموت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت لي قومي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا موزدين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لضينا محورون آية لهم الأرض الميتط أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن نحملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقه فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومطاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تهديهم من آية من آيات غبهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم آفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن عطم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة وتعفضهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متجعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون صلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراق مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعظون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير لأنصان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مسلا ونثي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمابات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنصان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والصماء رفعها وبضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا البذن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وبضعها للأنام فيها فاكهة والنخل زات الأكمام ولحبز العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنصان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان غب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السمابات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمابات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يصعل أنزم به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤفاظوا بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زباطا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اللقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ندخضان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما صاجهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخياب وبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خضر وعبقر حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام